الدوري المصري ساحة للمواهب الفلسطينية يا سلام عليك يا مصر وعلى حلوتك وعلى جمالك وعلى حدوائك مصر يا أم الدنيا اللاعبين الفلسطينيين وعلى مدار تاريخ الكرة المصرية أثبتوا موهبهم وجدارتهم ده حقيقي طبعا يعني والأهل يشهد زي ما بيتقان لكن في الدوري الأخير ظهر عدد كبير من اللاعبين منهم مثلا مصعب البطاط في سراميكا كليو باتر محمد صالح في إيسترن كامبني محمد بلح في المصري صالح شحات في فيوتشر ياسر حمد في المصري محمد باسم في سموحة محمود في إيه ده في بيرامدز محمود وادي في بيرامدز خالد النبريس في الإسماعيلي إيه ده مصر طيب إحنا معنا على التليفون يعني الكابتن الكبير لاعبنا لعب الزمالك ومنتخب فلسطين السابق مصطفى نجم أهلا 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 كابتن مصطفى كابتن مصطفى بنور في فانلة الزمالك يا سلام طيب إحنا هنعود الاتصال مرة تانية بكابتن مصطفى نجم لعب الزمالك البارز ومنتخب فلسطين السابق فكابتن مصطفى نجم بلعب في الزمالك ملاش علاقة بزمال كويتي يعني مش أنا الاختراعات الحدوة المهم فهنعود الاتصال مرة تانية بكابتن مصطفى نجم ونتكلم على الكورة الفلسطينية على الملاعب المصرية وحددتها التي لا نريد لها أن تنتهي أبدا فلسطين فلسطين وبإذن الله هيبقى دايما في حل ويفضل بعض اللعيب الفلسطينيين موجودين على ملاعب نوزي الفل وميد فل واربع تشخ